السلام عليكم نرجع ثاني هان وهذه المعلومة الموجودة عندنا من الشغلات المهمة كثير لانه عندي هنا ثلاثة سكاتشيز وكل واحدة منهم تقريباً بس وين وجود السامبلر هو اللي يختلف الآن أنا عندي 2 سامبلر في النموذج الأولاني هاي عندي GFS وG1FS 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 وعندي الانبوت للكل EFS والأوتبوت عندي CFS الآن هنا عندي السامبلر هنا موجود هنا هنا عندي 2 سامبلر هنا وان سامبلر هنا وان سامبلر موجود في النصف هنتظر كيف الأجوبة تبعاتهم الآن هنا عندي إذا بتطلع السامبلر هادي EFS لما نعمله سامبلر بعطينا إيش؟ E starFS وقلنا الانتين هدول اللي بختلفوا الآن الأوتبوت اللي عندي هان EFS إيش بدي يساوي؟ بدي يساوي G1FS في E starFS هادي E starFS قلنا هادي discrete والجي واحد عبارة عن continuous والأ هادي إيش continuous الآن هادي الأي أنا عملها سامبلر بعطتني إيش؟ الأي ستار الأوتبوت عندي C star بتساوي إيش؟ بتساوي G2 في الأي ستار الآن أنا الأي ستار مش موجودة عندي موجود مين عندي؟ الأي فأنا إذا بدي أجيب الأي ستار بدي أعمل سامبلنغ لهذه اللي هي الأي في أس اللي بتساوي G1FS في الأي ستار لأعمل سامبلنغ هادي لحالها بتصير A star هادي الآن الأي الريدي سامبلت فهادي بتسير لها سامبل لحال صارت إيش؟ الأي ستار بتساوي G1 star في الأي ستار لما نعوض فيها هنا في الـ CFS إيش أعطتني هنا؟ أعطتني CFS بتساوي G2 star في G1 star في الأي ستار أنا اللي بدي بدي أروح لمن؟ بإلزمني السي ستار فلوما بروح بدي أعمل سي ستار بيضل فيش اللي عندي اللي تيرم واحد اللي مش معمول له star transform اللي هو G2 فبصير عندي السي ستار بدي يساوي الجي واحد ستار الجي 2 ستار في الأي ستار الآن الثلاثة مفرزين كل واحدة لحالها يبقى الأوتبوت عندي صار إيش؟ بساوي C في Z بدي يساوي G1 في Z G2 في Z في الأي ستار نجح نطلع على الجزئية الثانية كيف حيصير الأختلاف؟ الآن هنا زي ما حكيت هاي الأي ستار هادنا صار لها سامبلنج بتصير هنا تعطيني إيش؟ الأي ستار هنا السي في S إيش بتساوي؟ الجي واحد في الجي 2 الجي واحد في S الجي 2 في S في الأي ستار وفي S الآن الموجود عندي إيش هوا؟ أنا بدي بدي سي ستار بديش السي فلما بدي أجي تطلع عليها هادي كنتون يوصل إي ستار الإي ستار دي سكريت والجي 1 والجي 2 والسي هادولا إيش دي سكريت بدي أخذ ستار للكل لما ناخذ ستار للكل هادي اللي هي في طرف الحالها هتعطيني إيش؟ السي ستار وفي أس هادولا التنتين مع بعض نفس العملة فلما بدي أعمالهم ستار بدي أعمالهم التنتين مع بعض عشان هيك بحط خط فوقهم بقول جي واحد جي 2 ستار وفي أس فالآن لما بدي أروح للزي ايش بيصير؟ السي في زي بدها تساوي جي واحد جي 2 فوقهم بار وفي زي إي وفي زي لاحظت هانا الفرق؟ هانا كل واحدة لحال هانا التنتين لمب تقضى طب نشوف التالتة هادي التالتة عندي إيش؟ الأي في أس بدها تساوي الجي واحد في أس في الأي في أس هادولا كله كنتينيوز في الأسامبلينك تراح لحال هنا الكتب وعندها التواصل البطهي الاستار في أس الاستار في أس ساوي جي أقول السي في أس هليش تساوي؟ الجي أيعان خط 둘 كل واحد في الاستار في أس يبقى انت الأول من ستينيس يجب السي على هالتعzag جي ا derivatives نح نحن الجي ايش تساوي ا Ti Va في الأس ستوني جي ستوني القريب انا الشيء بت возможно cualين تساوي الجي واحد في الاستال الآن هادولا كلُّ كنتينتوا تجريub 88 لما سناع معا ومبر São np. بدي يصير عندي ال-A ستار بدها تساوي ال-G1 في ال-E1 ستار الثانتين مع بعض أو في إيش S يعني هذولا صاروا مع بعض الآن لما نعوض فيها هاد إيش بدي يعطيني بدها تعطيني ال-C ستار في S إيش بدها تساوي بدها تساوي ال-G2 ستار في ال-G1 E1 فوقهم بار ستار في S أو بعبارة تاني لما نروح لل-C وفي S ال-C وفي Z إيش بدها ال-C وفي Z بدها تساوي ال-G1 في ال-E1 بار وفي Z في ال-G2 وفي Z الآن هاد كيف بختلفن عن بعض الآن هاد لو بدي أشيء أجيب ال-G2 وفي Z إيش بتساوي ال-G2 وفي Z بدها تساوي 1-Z minus 1 في ال-GB2 وفي S اللي هي Z ترانسفورب إلها طب هاد هادولا اتنين بصيروا مع بعض يعني هاد بصير عندي ال-GB1 في ال-E في هادولا بجيب Z ترانسفورب إلهم اتنين مع بعض في 1 minus Z وهاي حشوفها لاحقا في الشابتر خمسة اللي بنحكي بيه طيب هانا السيستم اللي عندي open loop system هانا عندي هاي ال-E of S وهانا ال-E of T هادولا ايش continuous هاي عندنا السامبلر السامبلر الاوتبوت تبع بدي أعطيني هانا E star of S أو E of K هانا discrete الكنترولر تبع discrete الاوتبوت تبع الكنترولر discrete هانا لما اروح على من ال-Digital للانالوج يعني عندي zero order هولد بعمل reconstruction فهادي بصير reconstructed عشان هيك فيها bar بسميها M bar of S على M bar of T وهذه الجزئية اللي عندي بتعطيني ال-C of S الآن ال-C of S ايش بتساوي اللي هنا بتها تساوي الموجود عندي جي بي of S في M bar of S طب ال-G B of S ازا هي ضلت زي ما هي ال-M bar عبارة عن إيش 1-E to the minus TS اللي عندي هان على S في الاشارة الموجودة عندي هان او ال-Blanet اللي عندي هاد Dfz لما Z بتساوي E to the minus TS في اللي عندي الاوتبوت تبع هان اللي قلنا هان ال-E star of S الان لو هاد عندي الجزئية ايش وضحة discrete هاد اللي عندي discrete هاد الجزئية اللي هي GP of S 1 minus E to the minus TS على S هاد continuous هاد بدأ حولها فانا بقول CZ ايش بتساوي Z transform لل GP of S 1 minus E to the minus TS على S في DZ في E of Z هاد عباط بسميها G of Z اللي عندي ور G of Z ايش بتساوي Z transform ل GP of S على S في 1 minus Z minus 1 لانه هاد سهلة 1 minus E to the minus TS احولها الان هاي الان لدي الان لدي C of Z وعندي هاي difference equation تبعتي وهاي اللي بلان تبعي G of Z اللي انا جبته من الخطوة السابقة فالان بدأ جيب عن الان input عبارة عن step والstep في عالم Z domain بساوي Z على Z minus 1 وهاي G of Z اللي جبته في خطوة سابقة بساوي 1 minus E to the minus T على هادي Z مش S على Z minus E to the minus T الان لما بروح عندي السيستم تبعي بدأ روح عندي من difference equation ل frequency domain نعم بدأ جيب transform function بدأ اخذ Z transform لهاي هاي عبارة عن M Z هذه عبارة عن 2 E Z هذه عبارة عن Z minus 1 E Z لو خدت E Z لبرا ايش بيصير عندي 2 minus Z minus 1 الآن D Z بيساوي M Z على E Z بيصير 2 ناقص Z minus 1 على 1 لما نظفها بتصير عندي 2 Z minus 1 على Z هاي عندي D Z موجود وال E Z قلنا بتصير Z على Z minus 1 موجود وهي G Z بيصير Z ايش بدأ نحط هدول الثلاثة مع بعض 1 minus E minus T على Z minus E minus T في 2 Z minus 1 على Z في Z على Z minus 1 وهذه قلنا بتصير 1 minus E to the T في 2 Z minus 1 على Z minus 1 Z minus E to T الموجود الآن هده بدأ عمل بارش رفراكشن لعمل بارش رفراكشن ايش لازم يكون عندي Z في النوموريتر اخبيها فهده بحط Z على Z وبخبي Z وين هده بقول Z على Z بصير عندي 3 term هده A على Z هده B على Z minus 1 وهده C على Z minus E to minus T وبجيب عندي بتطلع عندي A بتساوي 1 minus E to minus T B بتساوي 1 C E to minus T على 2 اللي عندي ولما بدأ حول هدول بقدر اروح هده ل Time Domain في Time Domain هده عبارة C بناء على C Z C F K بدي يساوي 1 minus E to minus T U K وهده هتعطيني الخطوة الثالثة E to minus T minus 2 في E to minus K T U K وهيك بنبقى خلصنا جزئية رئيسية من شابتر 4 بظل لدينا الجزئية اللي بنتكلم عليها لاحقا الأسبوع المقبل اللي هي بنتكلم على modified Z transform فاليوم تكلمنا فرجناكم كيف E ستار بنقوم الشغلة وهيك بنقولكم يعطيكم العافية لهذا الأسبوع وإن شاء الله بنشوفكم الأسبوع القادم